فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الذي لا يتق الله ويلهو بالدنيا عن الآخرة ويجعل الدنيا همه والحلال ما حل في الجيب فرق الله عليه أمره يتشتت قلبه يا إخوة ما يسعد ما يسعد أبداً الله يفرق أمره فإذا فرق الله عليه قلبه من الذي يستطيع أن يجمعه ولذلك يا إخوة نجد أغنياء الأغنياء من الكفار ينتحرون جمع منهم انتحروا لأن الله فرق عليهم قلوبهم وجعل فقره بين عينيه إذا نظر ماذا يرى يرى الفقر لو امتلأت الخزائن يرى الفقر كلما نظر رأى فقراً فلا يهنأ بالمال لأنه يرى نفسه فقيراً ويحرص على المال ويتعب في جمع المال ولا يستفيد من المال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له مهما فعل فالرزق مثل الأجل لن ينقص منه شيء ولن يزيد عليه شيء الله كتب أرزاقنا كما كتب أجالنا كنا في حلقة الشيخ عطية رحمه الله في الكرسي الذي أدرس فيه الآن فذكر لنا هذا الموضوع وقال الشيخ رحمه الله قال أخبرني ثقة أن رجلاً سقط في بئر فجاء قوم فوجدوه في البئر فأخرجوه ولم يكن به شيء لم يكن به شيء فأعطوه طاسة من لبن فشربها سبحان الله بعدما شربها قال له أحدهم أنت كيف سقطت في هذا البئر قال جيت وقفت هنا قلت كذا ويسقط فمات بقيت له هذه الطاسة من رزقه خرج من أجلها وهذه اللحظات من أجله من أجله خرج من أجلها فلما استوفاها مات فالرزق مثل الأجل ومن كانت الآخرة نيته هذا الذي يتق الله الآخرة عنده مقدم على كل شيء جمع الله عليه أمره فقلبه مطمئن الله عز وجل جمع عليه القلب قلبه مطمئن ما يتشعب وجعل غناه في قلبه فهو شكور كل ما رزق شيء قال الحمد لله شكر الله على النعمة وآت حق المال وتصدق ويزيد ماله فهو شكور جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لن يحرم الدنيا من أجل التقوى ويزيد ماله تحفي اشتركوا في القناة